ليس بوسعنا فعل المزيد لحماية موظفين في قطاع غزة ومسؤولية تجنب قتلهم تقع على عادق إسرائيل كلمات خرجت من منظمات إغاثية دولية بعد أيام من غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص يعملون لصالح منظمة المطبخ المركزي العالمي الخيرية منظمات إغاثية دولية عاملة في غزة اشتكت من تدمير مكاتب عدة لها في القطاع رغم إرسال إحداثياتها بوضوح لجيش الاحتلال الإسرائيلي معتبرته فشلا لعملية منع الاشتباك وتأكيدا على عدم فهم إسرائيل واحترامها للقانون الإنساني الدولي منظمات إغاثية أخرى شددت على أن نظام التنسيق الإنساني لا يعمل وأنها لا تستطيع تخيل طريقة لتحسينه من جانب قالت إسرائيل إنها ستعدل الأساليب التي تستخدمها في الحرب فيما تشدق جيشها بأنه لا يستهدف المدنيين تصريحات إسرائيلية مرسلة ضحضتها الأمم المتحدة بإعلانها مقتل 196 من العاملين في المجال الإنساني خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من ستة أشهر رغم إبلاغ السلطات الإسرائيلية بمواقع مقر المنظمات الإغاثية والأممية وتحركاتهم اليومية وبينما علقت بعض منظمات الإغاثة عملياتها في أعقاب الغارة التي استهدفت قافلة المطبخ المركزي العالمي فإن أي منها لم تعلن أنها تخطط للانسحاب من غزة على الرغم من الهجمات المتكررة على جهود الإغاثة في القطاع الذي تحذر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة فيه وكالة الأنروة التي تعتبر العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة أعلنت مقتل 177 من موظفيها وتعرض منشآتها لأكثر من 300 غارة كما أن عدة قوافل تنقل المساعدات إلى شمال غزة تم استهدافها أيضاً على الرغم من التنسيق التفصيلي مع الجيش الإسرائيلي مع ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف العاملين بالمجال الإنساني في قطاع غزة وتواصل الغارات الإسرائيلية ضد المقار الأممية والإغاثية فإن مستقبل الجهود الإغاثية في غزة بات على المحك ما قد يدفع الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية إلى الانسحاب من القطاع في نهاية المطاف وتتفاقم الأزمة الإنسانية أكثر وأكثر ترجمة نانسي قنقر